عندما يفقد العمود الفقري توازنه فأكيده راح ينطيك آلام لكن عندما يتضرر العمود الفقري سوف يصرخ من الألم السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام اليوم عندي لكم فيديو قصير توضيح لأهم ثالث قطعة في جسمك بعد الدماغ والقلب هو العمود الفقري هذا الجهاز العظيم هو عبارة عن سلسلة مفاصل وليس مفصل واحد وهذا هو اللي يعقد تركيبته العمود الفقري ما يمشي مثل القطار على السجة وإنما بيه أبعاد ثلاثية يعني كل فقرة ويا الفقرة الأخرى بيناته غظروف وبيناته المفصل كل مرحلة حركية في العمود الفقري تشارك بنسبة معينة في هذه الحركة للأسف الكثير من الناس مدى ينطون الأهمية للعمود الفقري ومدى يداره بالعكس جاي أذو هل ستقول لي شوني أذو أنت عندك إحدى الحكم رحم الله مرين عرف قدر نفسه أنت اليوم العمود الفقري إذا حملت أكثر من طاقته ومنطيته مجال أن يصير بيه استشفاء حالة حال خلايا جسم الإنسان الأخرى إذا ما استعد شفاء طبعاً رح يصير الضرر أكثر من النفع فأنت مطلوب منك أن تركز على العمود الفقري لأنه حركي وتشوف شنو اللي يعيق حركته الإنسان انخلق متحرك أخوان فأنت هسة العمود الفقري إذا ما عرفت شنو الخلل اللي يصيب الحركة عمرك ما رح تطلع من الإشكالية اللي هو جاي يسوي لكيها أنا اليوم أنطيكم قارنتي بعد 25 سنة من البحوث العلمية في مجال العمود الفقري ومسببات الألم ومصدر الألم وجدنا أنه 95% من مشاكل العمود الفقري تجي بسبب العضلات الخلفية الأساسية اللي هي تحركة وتسوي لها الثبات الاستقرار إحنا ليش من العمود الفقري يخرج من مكان الطبيعي نسميه spinal instability يعني العمود الفقري ما مترابط صارت بمشاكل فأنتوا أخوان ركزوا على هاي القطعة الراقية في جسمكم وانطوها قيمتها انطوها النوم الكافي انطوها العمل لأن العمود الفقري يحتاج لعمل على عمود العضلات تشتغل يعني العضلات إنها مشتغلت رح يخرب العمود الفقري ليش العمود الفقري بدون رباطات وعضلات ما يقدر يشيل كيلوين تخلي عليا كيلوين يتخربط يوغا إذن منو لازمه لازمت الرباطات والعضلات هسه شدي يصير بالعمود الفقر الصبح وشدي يصير بالليل انت الصبح أطول من الليل بسانتيمترين منين دا تروح هاي السانتيمترات الاثنين وين دا نفقدها دا تفقدها انت بالضغط على الغضاريف الغضروف وسادة مثل الاسفنجل بيها مي يعيش على الضغط والسحب تضغطها يطلع المي تسحبها يرجع المي فإذن لازم هاي الغضاريف هم تعيد شفاءها فانتبهوا على القعدة انتبهوا على القومة انتبهوا على العمل انتبهوا على الاستشفاء اخذوا وقت كافي للنوم لأن النوم يعتبر القاعدة الاساسية في صحة الانسان وخصوصا للعمود الفقري اذا صارت عندك مشكلة بالعمود الفقري روح ابحث عن مسبباتها وحاول انت بنفسك تطور واتطور معلوماتك عن شنو احسن شي انت تسويه للعمود الفقري بعيدا عن اخذ المسكنات والجراحة لان مضارها اكثر من نفعها اكو حالات مثلا عندك ضرب البراغي بالعمود الفقري هذه صارت لما للانسان يصير عدة حادث على الخط السريع وطق العظم وجاز يروح يقص الأعصاب مثل الستشينة هناك يضربوه براغي واكثر اللي تصير عدو ماي الحوادث هو اصلا اصاب الشلل فمن ده يضرب له البراغي حتى بعد ما يتخربط اكثر العمل الفقري زيانو بعد شي تخربط اكثر اذا هو اصار بيشلل فانتبوه اخوان مو كل شي انت عندي انزلاق عندي كذا واحد بالمية من المصابين يصاب بانزلاق يعني انت لازم تبدي تحافظ على صحة العمود الفقري وتحاول الداري تعتني بي لان هذا رح يبقى وياك ما اجي جراح بالعالم قدر يبدل فقرة قدروا يبدلون غظروف بس فيشلوا به افتهمتوني اخوان العمود الفقري ما تقدر تبدله مثل مفصل الركبة ومفصل الحوض فانت حاول تحافظ علي قدر الامكان وحاول تساعده في كل شيء ولا الظرة وافهم اعازاته وخلصه من الخلل الحرك اللي يصيبه اللي هو ما يدربي انت لازم تدربي وعيك هو سر نجاحك فاتمنى ان يكون هذا الفيديو كان مشجع لكم ان تبحثون في مسببات مشاكل العمود الفقري وتتخلصون منها حتى تخلص من مشاكل الادوية ومضارها الجانبية ومخلفات العمليات الجراحية للعمود الفقري اللي ممكن تسبب لك مشاكل كثيرة في حياتك وتعيقك من تحقيق اهدافك فاتمنى يكون هذا الفيديو قد نال ارضاكم وقد ساهم في تطوير وعيكم الصحي لتعيشوا حياة حرة آمنة كريمة تقبلوا تحياتي وفاقح جرامي وتقديري اخوكم عدنان السمر اشتركوا في القناة